مشاكل الحياة وظواهرها تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المساحات يستعين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأشهر لقطات الأعمال الفنية لنجوم السينما والدراما في الصناعة الكوميك فما كان وقعها على المتلقي وكيف ينظر إليها أصحاب الاختصاص من رصامي الكاريكاتير أنا وجهة نظري لا يمكن أن نصنف هذا كشيء من الكاريكاتير لأنه إذا ما نتكلم عن الكاريكاتير بفن كاريكاتير ليس بضرورة لذي ينشغل بالصحف فن الكاريكاتير أولى المقاومات يعتمد على الفكرة ويعتمد على الخط في طريقة الرسم ورسام الكاريكاتير المحترف طبعا في شبه نوع من القواعد المتعارف عليها بيتبعها يعني يعتمد على الفكرة والاختزال في الخطوط لا يمكن أن يحط تفاصيل أخرى طبعا أنا أتكلم عن الفنان الكاريكاتير المحترف لا يضع تفاصيل زائدة على اللزوم قد تعيق أو تشوش على الفكرة صفحات شهدت تفاعلا كبيرا من قبل مستخدميها وطرحت أيضا أسئلة عن الجدوى وعن حقيقة بلوغ الرسالة نفسها التي دأب عليها الكاريكاتير الشكل ده بيبقى الجديد فيه نوع بيبقى متاخد سناب شات من أفلام مشهورة ومحطوط عليها ديالوج مختلف فطبعا بيكون فيه تناقض التناقض دايما هو اللي بيخلق النكتة أو الدحكة وبذات القدر لتلك الصور واللقطات المرفوقة بتعليقات فكاهية وساخرة يختلف التعاطي فيها مع الأوضاع الحياتية مثل ما تختلف أراء المتابعين لهذا الشأن الفني والاجتماعي في آن واحد ما ينشر في الصفحات التواصل الاجتماعي أنا لا أصنفه كاريكاتيرا هي مجرد ممكن أن تكون ما يصنعها الناس لديهم نفس كاريكاتيري أو فكرة كاريكاتيرية ولكن وسيلة التعبير اختلف ساعات بتمرر رسائل خفية بشكل غير مباشر وبشكل زكي فكل مكان ده بشكل غير مباشر ده يمكن بيساعد على نجاح النقطة دي أكتر وانتشرها أكتر أظهرت صور كوميكس إذن أسلوبا جديدا منتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لأنها ساخرة تعبيرية فحسب إنما كنوع يتقاطع مع أسلوب الكاريكاتير في الهدف هو الكوميكس الساخر الذي أصبح يحضر في كل مناسبة أو حدث يتدوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويبدع في صناعته ونشره أولئك الذين يواجهون أحوال مجتمعاتهم بحلوها ومرها بأسلوب مؤثر ويرون فيه رسالة تتخطى الأشكال التقليدية للكاريكاتير من دبيل اليوم على الحرة مصطفى سوكحال مشاهدينا أرحب بضيفنا في الستوديو الفنان محمد بيرم رسام الكاريكاتير محمد أهلا وسهلا فيك معنا في السيديو مع الحرة وبرأيك لأي مدى ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بتعزيز شعبية الكاريكاتير بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم على هذه الضيافة وأتمنى أن نكون ضيف خفيفة الظل بالنسبة لسؤال حضرتك أنه فعلا ساهمت مثلا تويتر وفيسبوك بدتنا فرصة أن الرسام الكاريكاتير يمكن ينتشر أكثر ويلاقوا فرصة أنه يبدعوا أكثر يعني نعم طب بيظل أكيد تراجع مبيعات الصحف اليوم بتشوف أنه مواقع التواصل الاجتماعي وجدتوا من خلال أماكن توصفوا رسوماتكم فيها أكيد أكيد لدينا فرصة أكبر والباحد بيقى ينتشر عنه مثلا شغال في جريدة معينة مثلا عندي حدود معينة جغرافية لكن عن طريق تويتر عن طريق فيسبوك ينتشر على مستوى العالم كله نعم فبالتالي فرصة نعم أستاذ محمد برأيك مواقع التواصل الاجتماعي أدي لعبة دور بتقليص الرقابة على فن الكاريكاتير أنتو اليوم كفنانين الكاريكاتير أدي حريتكم أكبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بيقى فيه يعني الحكم الوحيد هو ضمير الرسام لأن الأول مثلا فيه رئيس تحرير لجريدة ما أو مؤسسة ما ممكن هو عنده رأي في هذا الكاريكاتير ممكن يمنعه وممكن يعدل فيه ممكن لكن في الفيسبوك أنا برسم الرسمة حسب ما أنا شايف أنا وبالتالي بنشرها طيب يكون الرقابة هنا بيكون هي ضميرك ومسلا شو القصد من الرسمة هذه شو لا عاش تعمل أنت من الرسمة إلى أي مدى فينا نقول أنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنتو كفنانين كاريكاتير عندكم جرأة أكتر وأقوى للتعبير عن كل شيء حابين تعبروا عنه فعلا بيقى عند الواحد فيه فرصة أنه يقدر بيراحته يعني ما فيش حد يعني بيدقت عليك لأكي أنت لحالك بترسم الرسمة المعينة أو الفكرة المعينة وبتنشرها في وقت ما أنت بيدك إياها يعني عاوز يعني فبالتالي فيه انتشار بالنسبة للرسامين الكاريكاتير وبالتالي بيقى معروفين على مستوى مساحة أكبر حضرتك كفنان كاريكاتير هل هناك في مواضيع ما بتحب تحكي عنها وتعبر عنها أو هناك مواضيع ممنوعة تعبر عنها أكيد فيه كل شخص يعني فيه حدود في خطوط حمراز مبول يعني وأنا كرسام عندي برضو عاوز أعبر عن حبي لوطني العربي عن مثلا أن الناس تكون سعيدة ورفاهية وعبر عن مشاكلهم وعبر عن أحزانهم وأحلامهم وأمالهم لكن فيه حدود ما أتعدها ليه؟ لأنه كل شيء إذا كان فات حده وانقلب ضده فبقى عكسنا طيب سيد محمد هون يعني حبي أعرض كم رسمة من رثوماتك هون هلأ الكاميرا بتاخدها هون أنت عم تعطي الصحافة حقه من خلال هذه الصورة خبرنا عن هذه الصورة هذه مثلا بوري أنه جهد اللي بيبزلوه للعالميين يعني فيه مشاكل فيه حروف فيه أماكن يعني ممكن فيه منتهى الخطورة بضحبوا أرواحهم بأقلامهم بحياتهم في سبيل أنه يعني يبينوا الحقيقة للعالم العربي نعم أي خطأ مثلا للطفل ما يعملوا نعم لأنه مثلا بنوري أن الأمانة يجب أنه تكون أمين ليه الأمين لأن الأمانة يعني حاجة طيبة كويسة فبنوريه إيه الفرق بين الأمانة وبين الخيالة هاي دي مجلة كابتن ماجد مجلة ماجد نعم نعم كان فيها قصص أسبوعية نعم نعم اليوم عندما ترسم للأطفال شو بتاخد بعن الاعتبار أكتر شي يعني رسومة الأطفال نعم في حينده موعي زمان يمكن كان المجلة لازم أي رب أسرة يشتري مجلة أو اثنين لأولاده النهار ده فيه فيسبوك وفيه انستجرام وفيه تويتر فبقى فيه مساحات أكبر للطفل يمكن ما بيقرأي الحين كتير نعم لأنه موجود عنده في التليفون ولكن مسؤوليتك كبيرة لأن الطفل كتير بيهتم بالرسوم يعني أكيد أكيد لأنه انت ممكن عندك مسؤولية بتأديها فبالتالي يعني لازم تكون مسؤولية كبيرة عليك مسؤولية وبعدين تربي نشأ نعم نعم وهنا برضو تكلم عن الإعلام هنا صورة جدا معبرة هنا الإعلام وسلاح والقلم نعم عامل الألم بطريقة سلاح وهون كمان نحافظ على قلم ورشته مثلا نعم 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 يعني الصحافي حامل سلاح القلم وأيضا حامل وطن الجندي بدافع الجندي عم بدافع كمان بالسلاح كل واحد سلاحه عطا ريقته كمان عنا عنا سور عندكم سلاحكم ميش انتو سلاحكم ميكرفون نعم عنا 30 سنة كمان حاب بفرجكم سورة هون رمضان كريم هنا الإماراتيين يعني كرة ماء يعني كده وبتاع بيهتم وهنا الشباب هذه اللي نهاية الثانية يمكن عندهم حكاية التحفيط هذه خطرة جدا طبعا بنوري من الشباب أنه عمائل زي دي مش مزبوطة مش كويسة لأن السيارة دي دعمة من نعم الله فلين نحن نستغلها في شيء دمر يعني رسائل جدا معبرة بطريقة معبرة كمانا شكرا إليك محمد بيرا سيبسة